شكرا تشرفت بلقاء دولة الرئيس وبالتأكيد نقلت لدولته تقدير واحترام الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي لما يقوم به من جهود جهود كبيرة على بصوى الاتصالات العربية والدولية كجزء من شبكة الاتصالات تحديدا العربية التي تجري لوقف العدوان في غزة وهناك جهود كبير يبذله لبنان إضافة إلى دول عربية أخرى تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد قريبا لوقف هذه الجريمة المتمادية التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق شعب فلسطين وتحديدا أطفال فلسطين الأمر الآخر الجهد الأساسي لدى دولة الرئيسة تركز على إنقاذ لبنان وتجنيب لبنان العدوانية الإسرائيلية وقد رأينا بالأمس مشهد من مشاهد العدوانية والإجرام الصهيوني عبر إغتيال العائلة اللبنانية والأطفال اللبنانيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان وبالتالي ما رأيناه بالأمس هو شاهد ودليل على هذه العدوانية التي يمكن إذا من فلتت من عقالها في أي لحظة إلى أي مصير ممكن أن تقود لبنان وأقول هذا الكلام ليس من باب الخوف ولكن من باب الحرص على لبنان وعلى اللبنانيين وهذا الحرص لا يقلل من شأن دعمنا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولغزة في المعركة التي تجري حاليا بالتأكيد الجهد يجب أن يكون منصبا من خبل الأطراف السياسية كل أطراف السياسية على تحييد لبنان أو عدم استدراج لبنان هو التعبير الأدق أفضل من تحييد لبنان عدم استدراج لبنان وعدم أعطاء ذريعة ولا أقول سبب للعدوانية الإسرائيلية لكي تقوم بأي عمليات إجرامية في لبنان ودولة الرئيس في هذا المجال يقوم بجهود كبيرة ونحن نحاول مساعدة قدر الإمكان طبعا في هذا الوقت كان يجب أن تتفتق الحكم اللبنانية عن انتخاب رئيس الجمهورية ولكن بما أن الأمر اليوم غير مطروح وغير ناضج فبالحد لأن نكرر والأسف صورة نكررها الأمر أكثر مرة من هذا المنبر ترميم هيكل مؤسسات الدولة اللبنانية تحديدا في مسألة الجيش دولة الرئيس يعمل على الأمر ونأمل أنه نقدر نوصل لنتيجة قريبة في الجهود التي يقوم بها شكرا